السلام عليكم اخواتي امي ماتي كديري لبس عليكم اش خباركم كديرا صحيحة اش كتعودو انتمنى دائما تكونوا بي خير وعلى خير احوالكم طيبة نسمع عليكم غير الخير يوجو الخير غبرت عليكم واحد خمسية مياك وتوحشتوني كنشكركم بزف بزف للاخوات اللي تيجي ويعلقو تيقول يا فين غبرت علينا يختي حسنا وليفناك كنشكركم الله يكبر بكم والله الى حتى انا هكاك الى غبرت عليكم راهي الظروف وصافي كنشكركم بزف بزف الله يكبر بكم كيفما كتتتفكروني وكتتعلقو لي الله يفرحكم كنشكركم بزف بزف على الكلام طيب على الدعوات على السؤال ديالكم علي يالله يفرحكم والله يرزقكم يا ربي اللي كتمنى اهم حاجة صحيحة طالوا يخطيوا صحيحتكم يلا ما طاليتو شو يا ربكيش اللي طالى فيكم والو انتمنى ان شاء الله ربي يخلي لكم صحيحة وليداتكم ولكل معز عليكم ويحفظكم من كل شر يا ربي ولا هلي يخطيكم عليها كنشكركم يا اختي على التعليقات الزوين على القلوبة على لي لايك ويحفظكم من كل شر ولا هلي يحرق فيكم يا اختي شاعدم مرحبا بكم معي يا اختي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غضي نشارك معكم هاد الروتين الصباحي اللي بديته معكم اختي من الفطار اللي قبلت على الطبيلة المتواضعة مرحبا بيها المدلاش كويس ديالتي اه مهم ايتي نقول موالبطار وريهم هاد المسمن هاد المسمن هاد المسمن ديال الدقيق الكامل راه ولينا مدمنين عليه درتوا البارح بالليل باش هكي نفطر بيه في الصباح شوفوا البنات كي يجي مورق مت تشبعوش منه كي يجي رائع هو في شوية ديال فورص ولكن الاغلبية الدقيق الكامل شوفوا كي مورق اراه ورق على اختها وتيجي رائع بنيني ديك النخالة الريحة ديالها يا سلام افطرنا باللي قسم الله وخرجتنا خرجت انا وموالدار لسوق الصالحين هنا يجب ديالها ويجبني مره مره يجبني مره يجب عليها ديالا وفي العشية و يكون عامر وزوين صفي قديت الغارض وجيت مباشرة كيف جيت بقى في طريقة عيط لأيام الأمانة جاب لي يا أختي هاد الأمانة وفرحانة وما قد داني فرحة نتمنىها لكل وحدة يا ربي تسهل على كل أخت تشري هاد الحاجة اللي رسلتني أنتم ما تكتشفوها معي أختي وغيرت نحلى معاكم الله يسهل على كل وحدة يا ربي وقلوا آمين ما ربما سكن ساعة استيجابة الله يسهل على كل وحدة تاخدها والليلة غزالة حب مقاتنية البنت وفرحانة بيها وما قد داني فرحة الأيفراير أو القلاية الهوائية اللي كان ضندب بزاف ديالنا سخدوها وجربوها والليت عندهم شي حاجة إلا قلتها غالطة ولا شي حاجة قبل عليا الصراحة هادي عامين وأنا كان شوفها وبغيتها بغيت نجربها زعمة حتى منك تشوفي شي حاجة كتكون ضهرجة وهذا تبغي تجربيها تبغي تكون عندك يوعد كتاب الحمد لله بعد طول انتظر ايا الله يسهل على كل واحد يا ربي وصلتني من عند الأخ عيسام شوب هاد القلاية أكبر قلاية أكبر طاية 8 لتر رائعة يا لبنت عتي جربتها تلتيام هاد قلتها رد عليكم بالنسبة لطياب اللي يغتي نوية دير ريجيم اللي بغت تحافظ على سحتها اللي بغت تنقص من زيت والله هالبنتي لوارا أنا جربت فيها مهم غندي معكم ليت فيها السرد أنا لم يكن جبته معي وغادي ندير فيها الفريت وغادي نشوي فيها الفلفلاء تبغي عجباتي كنشكر بزف 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 الزف الأخ عيسام واحد الأخ مربى واحد الأخ لتعطيكم الوقت و تيشرح لكم مستهضر معكم وتعطيكم تفاصيل عليها اصلا هي سهلة الاستخدام اللي بغاها البنات هي الثمن ديلها الاصلي كتدير 1400 درهم ولكن الى اخذيتوها بكود برومو وقلتولو انا من عند حسنة ام هيبا غتاخدوها ب1100 درهم هادي البنات ارا فيها 8 طرو يعني مش ديك الصغيرة اللي فيها 4 طرو لخمسة يطرو هادي را 8 طرو كتهز جوج ديال الدجاجة تقبار وكتقليو فيها تقريبا كيلو ديال السرديل تتهزو كامل انتم اول حاجة غادي نديرها معاكم فيها غادي ندير فيها تقريبا تماما ارا واحد خمسة ديال الفلفلات اغسلتهم وجوج ديال ماطيشات كبار درت عليهم هكي شوية الملحة وشوية ديال الزيت غاية شوية وقع ما بتحتاجوش قاعد تديروها في الحال مليك تحطوها في الايفراير را تكون واحد شبيكة الداخل تتحييد اي لا تتغسلوها ومليك تتغسلوها تتردوها هي فشك تحطو ديال الفلفلو ديك ماطيشة ما تحتاجوش يعني قاعد تديرو شي باب بديل المطبخ وديل الفران صافي بعد تنضخل هذيك الايفراير بحل المجير كيشتو وده بنسبة البروغرام سهلي يعني انا ما عندكم فين تضخو هذيك ام اللي كينة مهي اللي كندوزو بها البروغرام امرا هي في الوسط غتبليكم هي اللي كنبقى وكنكليكو عليها فيها بزاف البروغرامة الفريت ودجاج واللحام والخضراء والحوت انا تندير الخضراء لانا درت الفلفلو ماطيشة فدرت البروغرام ديال الخضراء بهذيك ام هي باش كتدوزو شتو عطتني في الحرارة ميتين دراجة وعشرين دقيقة من اللي كتديرو البروغرام اللي بغيتو تعطيكم الوقت كتوركو على ديك الوسطانية اللي فيها بحالك اتقفوا وشي حاجة وليك تشعلوها هذيك بحال ديال بحال كينة في الماكينة وكينة في تلكو موندو كل شي هذيك صافي وكتب داخل دامة ما كتدير لصداح لاوالو يعني سكوتيا صافي هنا يملكت دوز عشرة دقائق الليولا هنتو ما كنحل كنلقها الفلفلو ماشاء الله تحمرت من الفوق وحتم من لتحت انتو مرا هذي تطيب شوية من لتحت غادي غير نقلبها هكي شوية بشي تزيد طيب لي الحاجة عبتي ماطيشة وليك تشعر زبدة خطيرة انا عجبتني بعدها والله وفرحانة بها لعقباليكم يا ربي ما تكونوا انتو ما هنيا غادي نقلب هل هذي جيهات تحمر لي شي شوية صافي غا نخلي هاتكم من لديك عشرة دقائق بالنسبة لفلفلو ماطيشة خده وليك عشرين دقائق من بعد ركا تطفى بوحدة كتقول تطو تطو تطفى بوحدة شوفوا معايا مليت تحمرت طايبة زبدة اه والقشرة تتحيد بكل سهولة شوفوا معايا تتجي فنة في غادي نحيد هذيك الفلفلو هذيك ماطيشة وغادي ندوز ان شاء الله نشرمل معاكم السرديل غادي ندير السرديل مقليف لأيفراير صحي اتيجي واعر ومعمر بالبصلة مع السلام هنيا عندي السرديل اللي بطبيعة الحال خديته وقشرته ونقيته وخليته كي تسقطر هنيا بالنسبة للشرمولا باشغنشرملو عندي شوية ديال قصبرون مع دنوس شوية ديال كامون عندي معلقة صغيرة ديال كامون ديال معجون ديال تومة وسكينجبير طري ممكن ديرو غي واحد ربعات لفصوص تومة محكوكين شوية الابزار شوية ديال الهريسة شوية ديال تحميرا شوية سكينجبير ومعلقة صغيرة ديال المطارد وشوية ديال خرقوم البلدي وشوية الملحة وغادي نحتاجوا العاصر ديال حامضة صغيرة او لنص حامضة وشوية ديال زيت العود اشتركت لكم هاد السرديل غادي نعمرو بلبصلة لتي تكون هاكية معسلة والناس القدام معي في القناة تعرفوا هاد القاضية كناخد واحد البصيلة اللي كنقطعها جوين حاتلي تيكون ورقيقة كنديرها في واحد المقلاة شوية الملحة شوية الابزار شوية ديال زيت وتنبقى كنشحرها على نار هاد اه حتى كتولي دهبية ما كتحرقوها شغي دهبية وغادي ندوز دابا نشرم الحوت هنا يعصرت هاداك الحامض ودرت شوية ديال زيت العود وغادي نحرك هاد الشرموله مزيان حتى ينساجموا المكونات مع بعضياتهم وغادي نبدأ نشرم السرديل كامل اللي عندي هاد شرملو هاكية من بره ومن الداخل كامل بهات طريقة هادي ديال كيمياني تكفاتني تقريبا انا عندي كيلو ديال السرديل وعندي تما واحد كابايلات هادو ما ندرهم تلخر سوف نشرمه مزيان ومن بعد هادو ندير وحده ملاصقة مع وحده وغا ندير من وسط منهم هادوك البصلة مع السرديل بها الطريقة حيث يجبنين بزاف خصوصا البنات انا راتتت شوفوني في القانات مستشده لانه ملطر عنده مشكله لشم مريحه دياله صافي محالتي تقهام متيبغيش ولكن راتت نديرتوف هاد الايفرا يرى مكنش ريحتو ريحتو متتشمش نهائيا وطيطي بصحي وحت طريقة رائعة اخذ شركة الحوت من الوصف و نضع عليها الشركة اخرى و ندوزهم في الدقيق الكامل اولف الفينو و اولف الفورص و انتم اللي بغيته و يجيكم محمر طريقة سهلة اخذ شركة الحوت ندوزها في الدقيق الكامل اولف الفينو انا اكلم المجر اي فراير لا اغسلته ايضا ان حاجة كيف طيبت في الفلو ماطيشة اخذ السرديل كامل اولف الفلو ماطيشة و هز كيلو دي الشرديل كامل اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن ندخلها كمجير الهوائي و نشعل و نبدأ ندوز البروغرام بهذه كامل ندوز السمك البلاسة في كيل الحوت نزوينا هذا الفراير فيها بزاف ديال الامتيازات منها أن الحاجة إذا أردت تطيب لكم من الداخل كتنقصوا من الحرارة و تقدروا تزيده في الدقيق أولا تنقصوا هانتوما كنت تتحكموا فيها هنا الحوت كان يعطاني 10 دقائق زدت انا 5 دقائق و هذا في درجة الحرارة تقدروا تزيده او لا تنقصوا بيتو الحاجة الطيب لكم من الداخل تتنقصوا من درجة الحرارة 150-160 توم اللي بغيتو و انتوما كتتحكموا فيها كي قلت لكم شوفوا الفلفل البنات من بعد ما شويتها خليت هدفت شوية و غندوز نحيد لها قشرة عفتيت التحيد بسهولة شوفوا معي ماطيشة غيكة الزوات التحيد ولا الدايبة سوف نقطعهم باش ندير بهم ان شاء الله تكتوكا غنشاركها معاكم هنا بعد ما زدت 14 دقيقة حليت هانتوما كيبال يسر ديرها طاب من الفوق دبا غادي نقلبه و ركي طبحتها من تحت ولكن الى بغيتو يتحمر لكم باش يجيكم هكي شوية مقرمش اه تتقلبوه انا غنقلبوها كي ناخد واحد سباتير و غادي نقلب احد الميزه اكتشفتها في هذا الارفراير او القلاية الهوائيه هي انها كتحافظ لكم على الحاجة غيف ما هي شحالها دي كي يصحب لي بلي بحالها بها الفران لا علاقه علاش حيث الفران اللي تنطيبو في شي حاجة يشربها تتقصاح هي تتحافظ على الجودة دي لديك الشي لها تطيبو فيها يعني ما تجي شئ قاس حاوله اه رائيها الصراحة الله يستهل على كل واحدة يا ربي تاخدها صفي هنا يزد واحد ثمانية دقايق بالنسبة للدقايق وتنخليها الطيب را ما تحتاجوش تعاودو تشعلوها وتعاودو البروغرام فاش كتخرجو المجر راها تتحبس ومليك تدخلو وتتكمل طيابها صفي من بعد ما طاب لي السرديل 25 دقيقة قريبة من طاب من فوق ومن تحت رائع صراحة حسن ما تبقى يتقليتها تبقى يقصح على المقالية الريحة ديال وتتضربك بعدها لا تقدر يشتاكل ايه صفي هنا غسلتها عبتي سهلة تتنظيف كتحيدو هذيك الشبيكة وكتدوزو عليها غيب واحد الحلفة راه دغيات تتغسل هنا بالنسبة للفريت هنا اخذت البطاطق اقشرتها وقطعتها على شكل فريت وغسلتها مزيان 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 ونشفتها هكيه سقطرات في الشبكة ومن بعد نشفتها بواحد المنديل دروري ما كتنسحوا منها لما بواحد المنديل او لواحد ورق المطبخ من بعد تنديلها شوية ديال ملحة وتنديلها هكيه في القلاية الهوائية وكندير عليها واحد مع القديل الزيت غي واحد القطيرة هنتو ما شوفوا هدي رمت تتكبوالو هذي نحرك هكيه واحد خليطها هكي خفيفة وغادي نديها المجاير هذي ندخلوا ال ايفراير سوفوا معي الحسكي كيبان كيبان بحالة مقلي يارتي يجي وعر سوف نشعلها هنتو محيط طافية ده بغا نعطيها البروغرام ديال فريت كنورك هكيه على الام كسب قد تحولي التطبيقات اللي بغيت مليكن ورق على الام تنورك على دك اللي تحت منها تنشعلها سوف نخليها البروغرام اللي اعطتني مئتين جرام على روبو ساعة غير هو الفريت اره ضروري مره مره تنحرك و تنخرجوا هذي المجير وتنحركوا هكيه بليد دياله وتنضخلوها هنا بالنسبة لتكتوكا جبت واحد المقيلة ديال زيت الماء اذا مع زيت الزيتون واحد المعلقة صغيرة ديال المعجون ديال التوما وسكينجبير او لواحة ثلاثة الفصوص ديال التوما نضيف ماطيشة و الفلفل اللي شويت فيها في الايفراير قطعتهم هكيه مربعة صغيرة و نخليهم هكيه تشحروا شوية من بعد نزيد شوية الملحة شوية ديال ابزار و شوية ديال تحميرة و شوية ديال كامون ديال تكتوكا أنا اللي تنبغي لا تنقويش في هذا قوة العطرية الخرقوم و سكينجبير وهذا غير هذي العطرية صافي تتجي تكتوكا لديدة بزاف صافي هنا كنحرك و ندير شوية تقص برون مدنوس و نخلي شوية حتى الاخر و تنديره هيا تتبغي زيت العود صارحة تتبغي زيت العود يكون كتير بشك تجي يا سالم صافي و نقص عليها البوطن و نخليها تشحر على خاطرها نفس الوقت راني راد دلب البطاطا هنتوما من بعد ما دزد 1-5 ديال دقايق تنجبض هذا المجير و تنحرق بها الطريقة هذي باش اللي تحت كي يطلع الفوق و تنخشيه و تتكمل الطياب يعني ما تحتاجوش تعاودوا تشعلوها هنتوما من بعد هنا يبقى ثلاثة دقايق انتوما شوفوا غيب حالها كبارة كعلي انا ما زال مزيد محمرها شوية اعترا ما تيتشبعش منها الناس اللي عندهم مشكيل مع الفريد كتجي مزيدة ولا كتجهمهم ولا المعدة ولا راهه صراحة يا سالم انا بالنسبة للفريد طابط لي في 18 دقيقة يعني في هاد حمارة اللي وريتكم 18 دقيقة طابط كتجي ناش فوق كتجي زوينة بززاف شوفوا معي ويسترديل كي جا طايب من ذاك شو بذاك ليدان ديال وباقي فيه انتوما انا حمرته ويختي مزيد انت يعجبني هكا عبتي في واحد فوندويتش يا سالم راه شتو ماشي بحالي لمقليف الزيت شوفوا هكا وكيفش داير عادي لضغطه في الزيت راه شان قليكم وعجنت بطبيعة الحال صافختكم راه ولتت عجنت دائما كل نار ولي التاني عجنت الخبز ديال مخاله اه دقيقة كاملة وهذه التكتوكة تزيد عليها شوية زيت العود من الفوق تجيب نينا وهذه الفريت كتجي رائعة ما تشبعوش منها مع ما متخطخاتش بالزيت كتجي لدي دا بزاف وحق الله العظم الى زعمة بكل مصداقية عجباتني وغتولي من الحاجات المعتمدين عندي وصفوا لي ان شاء الله نبقى كل مرة نشارك معكم الوصفات اللي سوف ندير فيها انا بعدها ما عندي القليل والله يلكتاني وحق الله ان شاء الله يربي تاخدها كل اختي يا ربي وغادي ندوز ان شاء الله نحضر معكم اقتراح القوثة واحد لبس بوصة يعقلوا عليها المتتبعات ديالي القدام حيث تقدرتها معاهم في 2016 ديال المانضالين ولا المانضالين ولا كل واحد كيفاش كي قولي ما ما تعقبوش لصفة احباش عليها انا انا اها هذه تجير رائعة بزاف وضروريا كل واحد يديرها كلها شيشة وخفيفة لديدة بزاف كانت منكو كل قلبي بالنسبة لأخوات جدد لما جربوها شاء الله يجربوها شاء الله يجربوها واكيد غتي تعجبوهم بسم الله على بركتي الله غدي نبدوا اول حاجة بسيروا باش غادي نسقيوا ولبسوا ويصار هنا عندي واحد الحبات المانضالين اللي غسلتها بالقشور ديالها وكل شي كان يضوذيك الخيوط البيضين نقطع هذه الطريفات لكي تطلق نكهة في السيرو من الأفضل لكي يكون حلوك لكي يأتي بسبوسة والسيرو نضيف 1 صاشية الفاني 7 قرام ممكن أن نضيفها لا تكتافي ونكهة الليمون نضيف كاس لاروب ساندة 100 قرام السكر حبيبات كاس لاروب العنبة ونضيف كاس 160 مليلتر الماء سنحرك ونضيف سيرو فوق البوطع حتى يغلو يعاود و تقلال الكمية كيف يتركز و يعطينا مدقس بالنسبة للمقادير البسوسة وعندي هنا يجوج الماندالينات بالقشور ديالهم بكل شيء الغير القشرة تكون الرقيقة و يكون حامض يكون حلو كناخدوه و نغسلوها كياء كنغسلوه مزيان و نقطعوه طريفات و نحيضو الخيوط البيضي و نحيضو هدوك العظومة او درسلو بجوش الماندالينات و نحيضوها القشرة تديره جوش حبه يعمل و اسف قلمة ماندالينات و لا تالي بالقشور و لهذا يوجد مر أسفر نضيف جوج البيضات يكون متوسطين و بدرجة حرارة المطبخ مع 1 صشية الفاني 7 قرام صشية الفاني 1 و قبيصة ملحة و نضيف سكار سنيدة 100 قرام الحلاوه تجيه هذي و نضيف زيت 100 ميليليلتر و نضيف مكونات مكونات و نضيف الماندالين و نضيف الماندالين سوف نضيف البيض و السكار و الزيت سوف نضيف الماء 100 مليلتر سوف نضيف الماء و سوف نضيف المكونات السميدة لنضيف المنظلة سوف نضيف المعلقة كبيرة سوف نضيف الكيسان العنب 1 دقيقة سميدة دقيقة بسبوسة أو البغرير 250 جرام 14 جرام 16 جرام 1 دقيقة 1 دقيقة 1 دقيقة 1 دقيقة 2 دقيقة 1 دقيقة 1 دقيقة العمج مول كبير كبير حيث تجينا رقيقة هاد المول هذا في 32 سنتيم ممكن تضيفه 28 سنتيم انا درس هذا كبير في 32 كده لكم دهنته بالزبدة ورشيته بالصميدة رقيقة ونصب في هذا الخالد بسبوسة تجي شوية جارية ولكن راها مني تندخلها الفران تجمع صفي غندخلها الفران تنشعل عليها من تحت الفران يكون بارد حتى تطيب والتحمر تبليكم تحمرات صفي وتطهبطها التحمر من الوجه ديالها وكيف كان خرجوها مباشرة غادي نسقيوها بالصيرو اللي تكون بارد والبسبوسة تكون سخونة يعني دائما واحد فيهم اللي تكون سخون يا اما البسبوسة تكون باردة والصيرو سخون يا اما العكس صفي غادي نسقيها هاكية كاملة مزيان وغادي نخليها حتى تشرب ليشوية وغادي نقلبها فوحط بيصيل ونزينها تبقى تزين على حسب الرغبة ممكن تزينه بالكوك باللوز ايفيلي بهذا كل اللي منيت اللي درنا في السقوة هو بش زين تانية وزينت بشوية اللوز ايفيلي محمر وهذا هو الشكل اللي بسطة يتختي قبلو عليا متواضع عندما تتجي رقيق انا بغيتها بحال هكا بغيتها تجيكم عالية قبلو عليا متواضع عندما تدرها في المقلة التقيلة او لا فشي مول اي مول عندكم هنا ياراني قام خليتها تبرد خليتها غير ضفاتلية شوية صافي وتشاركتها معاكم غادي نقطع معاكم كيف العادة واحد طريف انا را ضروري 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 نقطع معاكم الحاجة واختكن سخونة المصداقية يا اختي اه شوفوا معايا قطعت معاكم واحد الموارسل شوف كي تجي خفيفة وكي تجي مسقية ومعل الكورة ما تدقهمش بالحلاوة انا بعدها جاتني ايها هذيك هي تطبغي الصهرة حتخليوها مثلا تديروها في الصباح وتخليوها تلعشية او لا تديروها في الليل وتخليوها في الصباح حتي باش مما تتبات وطع طي واحد المدق تزوين ودق المانضالين كي يطلق ورا ما تدجي لامرة لاتحاجة شوفوا معايا انتم مرة انا كل معاكم كيف العادة كتجي مشهدة من الداخل وخفيفة انتمنى من كل قلبي تجربوها حيث كتستحق التجربة وكتجي رائعة بزيف انتمنى من كل قلبي الفيديو دياليوم يعجبكم كنشكركم بزيف 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 وخش شكر قليل فحقكم على التعليقات على القلوبة على كلامكم الطيب والهلي خطيكم